بحتفل بيهم النهاردة الفرحة لشعب مصر العظيم تاني بقى قررها الفرحة والبهجة والفخر بشعب مصر العظيم رقم واحد رقم اتنين الفخر برئيس مصر المنتخب ما نعرفش طبعا ليه رقب الفخر؟ لانه يحصل على اكبر عدد من التصويت من المصريين دفعة كبيرة جدا ست سنوات قادمة تحديات ناس منتظر الكثير وعندنا تحديات كتيرة جدا جدا اقليمية وداخلية وخارجية وكتير قوي واقصدية وغير وغير كتير يعني رقم تلاتة قضاة مصر الاجلاء قبعة لكم والشعبنا وللرئيس المنتخب للجميع قضاة ادارة عملية انتخابية اعلى مستوى من الحياد والنزهة وعلى الهواء اللي احنا عملناه لم يحدث في دولة من قبل انه انتخاباتها كده على الهواء بمعنى انه الهيئة الوطنية الانتخابية رئيس الجلس التنفيذي يطلع تلات اربع خمس مرات كل يوم يتكلم مع القضاء المشرفين ويسألهم فيطلعوا يتكلموا الوضع عندنا كذا الاقبال قد ايه السنديق خلصت البطاقات خلصت جبنا كذا عملنا احتياطي حد تعب الوضع عندنا ما حصلتش في مكان غير في مصر عندكم مشاكل كله على الهواء عندنا طابير كل يقولك طابير عمولاني ما شفناها هؤلاء القضاء بيشرفوا على كل انتخابات على مدار الفترة الماضية من ساعة الماء عندنا اشراف قضايا من جانب القضاء على الانتخابات لما كان عندنا اللجنة لعلى الانتخابات وبعد كده اصبحت الهيئة الوطنية الانتخابات كلهم بيتكلموا النهاردة اقبال ما شفتهوش قبل كده ولا احنا ولا حد شافوا رقم اربعة التحية مرة لرجال الشرطة المصرية كل رجال الشرطة المصرية لهم كل التحية على الاداء على التأمين على كل ما يقوم به ايضا لانه مهم تواجد الشرطة المصرية تحية الرابعة او الخامسة الى جميع الاحزاب المصرية اتكلم على حزم مستقبل وطن اتكلم على حزم حماوات وطن اتكلم على تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين اتكلم على تحالف الاحزاب المصرية اتكلم على كل واحد ساهمة في هذا النجاح الكبير اتكلم على المجتمع المدني تحالف الوطني العام الاهل والتنموي اتكلم على حياة كريمة اتكلم على كل مؤسسات كل المجتمع المدني الرسالة الخامسة او الستة الشكر لجميع الهيئات والمنظمات التي جاءت الى مصر لمتابعة العملية الانتخابية لهم كل التحية سواء تحدثوا في تقارير عندهم واي ملاحظات اللي يعنينا انهم شرفونا اشتركوا في القناة